موسيقى لبى داوت فكرة أسبوع المواطنة وقام بغرس سلاة الشتلات في ساعة القصر الرئاسي وعذا ما يؤكد بأن فقامت رئيس الجمهورية يهتم بالوطن والمواطنة وحماية البيئة ويحارب دائما الزهف الصهراوي والجفاف وتادف هذه البادرة التوأوية التي جاء بها أسبوع المواطنة داوت جميع التشاديين إلى غرس الشتلات بجميع الأراضي الوطنية الجادية بحدف حماية البيئة وحب الوطن تحت شئار جميعا فلنغير إطار حياتنا اليومي هذا هو شئار أسبوع المواطنة وتجيو هذه الحملة في وقت تشحد فيه البلاد قطول أمطار غزيرة مع فصل الخريف الذي يساعد في تنمية النمو الشتلات بسرعة إذا تلقت متابعة بشكل جيد وقد قام فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بغرس الشتلات إيزانا ببأتي هذا الأسبوع وقد أشاد فقامت رئيس الجمهورية بهذه البادرة الوطنية وطلب رئيس الجمهورية من جميع المواطنين يقوم بغرس الشجيرات بجميع الأراضي الوطنية والاحتمام بها من أجل هماية البيئة مما سيسهم في نظافة الآصمة والحماء الأمى للبيئة جميعا نغير من طبيعتنا هذه فلسفة وفكرة جميلة ووطنية بل هي المواطنة إذ أنها جاءت من طرف شباب مفكر يجب علينا غرز الأشجار ونحارب التصحر وما قمت به يعتبر انطلاقة لحماية البيئة ليس فقط في أنجمنا بل يعتبر الساري المفعول بكل الأراضي الوطنية نحمي البيئة ونغرز الأشجار من واجبنا ومن أجل حياة وعيشة هنية وأقول أغرز الأشجار وحموها لأنها تؤتي أكسجين وأشكر ابن ناير الذي جاء بهذه الفكرة وأدعو الشاديين إلى هذا العمل الوطني ويستمر ولا يتوقف والسهر من أجل نظافة المدينة الذي يعتبر هو الآخر عمل وطني ويجب على الشاديين التعلم من هذا لجعل المدينة جميلة وجذابة ونحمي كل ما قمنا به حتى اليوم وليس من الحق إطلافه وحموه وأدعو جميع الشاديين للقيام بمثل هذا العمل الوطني الذي قمت به أنا أيضا ترجمة نانسي قنقر